فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شذادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت السرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما با لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء إن أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا حدا إقواع نابا وكواعب أقرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها ما لغوا ولا كذابا جزاء أمن ربك عطاء أن حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء إكت صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شيء أتخذ إلى ربي ما باء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غربا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراحة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره أئذا كنا عظاما ناخره قالوا تلك إذا كروة خاسره فإنما هي زجرة واحده فإذا هم بالساهره هل أتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالواد المقدس قوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلا أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم العلي فأخذه الله نكال الآخرة ولولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أهى ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولينعامكم فإذا جئت أتقضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدني فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحيها أو ضحيها عبس وتولي أنجي أو لعمي وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكري أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جي أك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكره فمن شيء أذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء إن خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شيء أأنشره كلا لما يقضم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولينعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ودوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشره وودوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرة وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سويلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء أكشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شيء أمنكم أن يستقيم وما تشاء أون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء أنفطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الله رب العالمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الله رب العالمين الذي خلقك فسويك فعدلك في الله رب العالمين أي صورة ماشين أركبك كلابت تكذبون بالدين الله رب العالمين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن فيه إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إنها أولا إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ها ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصعاب الخدود النار ذات الوقود إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدَ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترايب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراير فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك لعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شيء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخفي ويتجنبها لشقي الذي يصل النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحمي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقي إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهيم وموسي صحف إبراهيم وموسي هل أتيك حديث الغاشي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبه تصلي نارا حاميه تسقي من عين نانيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسل ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمزيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاروا الصخر بالواد وفرعون ذلوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتليه ربه فأكرمه ونعمه يكافون إن ربك سوق عذاب ونعمه ونعمه و masculinas بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء أربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن إرجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبه وما أدريك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متغبه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشم عليهم نار موصد عليهم نار مؤصدة والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها وما فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها ولا يخاف عقبيها والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر ولنفي إن سعيكم لشتي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسري وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسري وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة تولولي فأنذرتكم نارا تلضي لا يصلها إلا لشقي الذي كذب وتولي وسيجنب هلت الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاه أوجه ربه لعلي ولسوف يرضي ولسوف يرضي والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من لولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أرئيه استوني إن إلى ربك الرجعي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوي أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يرئ كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطيه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أتهم البين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا أو يقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرم البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الدبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيه وأما من خفت موازينه فأمه هاويه وما أدريك ما هيه نار حامية ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقم وما أدريك ما الحقم نار الله الموقد التي تطلع على لفذه إنها عليهم موصده في عمد ممدده في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طير نبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول فجعلهم كعصف ماكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين لكم دينكم وليدين إذا جين أنصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا تبت يدا ما أغني عنه ماله وما كسب سيصني نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أن أحد ولم يكن له كف أن أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم